السلام عليكم والإخوان والأخوات. اليوم ما غادي نوريكم كيفاش غادي نعملو الطريقة سهلة. آآ غادي ناخدو عدنا هنا شوية دي زبادي. غادي نديروا واحد البيضة. بالنسبة للبيض قدرنا نستغناء عليه نديروا غيش شوية دي الماء. فمشي لأن احنا مثلا آآ من عاد تكون مثلا البزنس ديالك غادي تخلطت تخليطة. ما خسكش تضير البيض لأن البيض ما غاديش يسبر واحد لوقيتها طويلة. غادي نديروا شوية دي الخل. نقدروا الحامض حتى هادي نديروا شوية ديال ناشط دورة. اوكي معلقة. وغادي نديروا توم مطحون يعني توم بودر. يقدر يدير آآ يدير فريش مش مشكلة. غادي نديروا شوية البزار. شوية يدير البزار لحسب الطوق ديالنا. نديروا مليحة. هاها. نقدروا شوية بابريكا. ولنديروا شوية ديال الحار حتى غادي نفضل شوية ديال الحار. نشأتي شوية ديال الحار هنا. اه ها اه ها. شوية مزد. نحن يزيل. واخذ سوف نخلط الحلقة. أضافة 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 لقد أضافة 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 المملك يضافة والحامس و هذه نقوم بإضافة جذرنا قطعناه و نقوم بإضافة سهر و نقوم بإضافة طحين و نقوم بإضافة الزيت الزيت الضرور سيكون حميم جيد ويكون الزيت وشي حاجة تكون غارقة في إناء يكون غارقة بحال هذا تماما ستكون الداخل ستنزل التحت نعود العملية الضريقة تسمى بروستد يعني الدجاج المقلي ماشي روستد لكي نصحها في تكريات الناس بروستد تسمى مشويف القرن نضير ذلك الناس يقول لك نضير كل شيء في خاطر نقطع الجاجة كاملة كما ندرك أنا نقطع الجاجة كاملة وما يحتاج ندروا شفلو لأنما لا تدرك شفلو شفلو غاية بخير غادي يبقى يطلعليكم فوق الزيت وغادي يبقى يتحركوا حسما أوتين فوق الزيت نقدروا حاجة أخرى اللي أنا أنا كنفضلها وانا هذي من مختراعاتي ماشي زينا هذي كندروا مثلا شوفان قادي نشوفوا الشوفان نقدروا نديروا الشوفان تشوفون كيف العمزين يعني نقدروا نديروا الحالة كالجاجة الجاجة نحطوه هنا من بعد نحطوه بطحين نعودوا راجعوه بطحين من فوق الزيت من خلق الحالة اللي أنا هنا بطحين ونضعوا الشوفان نحطوا الشوفان غادي يجيب قادي نتعم طعم دياله غير على ديال الحين غادي نتعود غير نضعوا غير يجب أن تستعملوا الزيت القليل لا يوجد زيت النوار